موسيقى طيب سيمو حندل عنصر عودتلي ناعلى المسار الشخصي والأكاديمي والمهني كيفاش بده وكيفاش تطور وكيفاش بديتي موضف بسيط بسود فيمكن في القطاع دي البريد توصلتي المراتب عالية داخل الوزارة وانت فربت قطعتي علاقتك بالبلاد ولا بقات لا أبداً مع البلاد تنمشي للبلاد في الأول طبيعة الحال ماشي غير تنمشي للبلاد تنصفت الفلوس للبلاد كتعاون الأسرة ولكن كما قلت لك بأن الواليد عنده المعاشة دياله وكان كايبان لك الساعات يعني كايبان كبير ولكن مع ذلك كنت تنبشر وتنمشي باستمرار كل العطا اللي يودا بشي تندودهم في البلاد في البلاد وفي إطار الخدمة بقيتي مهتم غي بالتكوين وبالترقي وبالخدمات دياله كلها بديتي كانت نفاتح شوي على الاهتمام الشأن العام لكن عارفوا الاستقلال والحساسية المرحلة والظروف اللي كانت هو في الحقيقة البداية كلها يعني البداية السبعينات يعني اهتمام ديالي كان إلا بالعمل بالعمل والعائلة طبيعة الحال لأن تكونت العائلة وعندي الولاد لكن من السبعينات بدأ شوية مع النقاش مع الإخوان وكذا الأحزاب السياسية وهذا وكنت تنهتم وخصوصا أن في الإضراب اللول ديالستينات بداية الستينات كان واحد الإضراب عام كبير هنا في الرباط كنت لكساعة يعني مع النقابات مع النقابة بالاتحاد المغربي للشغل بمطبط أنت نشطي داخل الاتحاد المغربي للشغل هذه الناس يمكن يستغربوا لها شي شوية بفعل ما نشطي معهم ودرتك الإضراب وهذا بدرته من بعيد نقاطات مشينات المشي واللابورس هنا في الرباط وكذا وكذلك كان في العلاقة مع هذا من الأصدقاء خصوصا واحد السيد الله يرحمه وكذلك وكذلك كان في النقابة وعنده أمكانة كبيرة في النقابة وكان كذلك مع الاتحاد الاشتراكي وكذلك عقل مشينا لبعض الندوات لالتحاد الاشتراكي اللي كان عندهم المقر في أحد الألغارد السيتية المقديمة هنا في الرباط وأخير يعني مرة اللي مشيت المقديمة كانت واحد ندوة وشكولني غاية يديرها كان فيها السيب نجلون يلا عاد خرجوا من الحبس ديك الساعات عاد عفاعد يوم سيبنا لكن تنشوف ذاك السيد هو عاد خرج من الحبس بيعي وملكي وكذا ويعني ما زال الخطاب دياله قوي والعاد والوحيد هي الملكية وكذا هذه أخر ما بقيتش درجة اليوم وبدأت نسمع الحركة الشابية واليوم وكان عندي تعاطف ما مكنش منخريط وكان عندي تعاطف كبير مع الأمازيغية الحركة الشابية بطبيعة كنية يعني انخرج ديالي صفة رسمية الحقيقة حتج السيل محجوبة أحردان البريد في سبعة وسبعين إذن السبعة وسبعين قاعد يجيس السيل محجوبة أحردان ووزير ديال البريد نعم انت أنا ذاك شنو كانت المهمة ديالك في القطاع ديالك الساعة كنت رئيس قيسم ودهوز في الخمس سنين إذن كنت على أهوش كنت الترقيان كمدير ولكن اللي كان وهو أنني كملت 19 عام اللي هدرت لك عليها اللي قلت 19 عام أنا غدا نخرج وصلت لك خارج السلّة وغالباً في عمرك داك الساعة ما بقي شاب بقي شاب قلت قد مش ندير شي حاجة أخرى أهام لكن جسي أحردان وطيب حتى هو على ناس شوية اللي قرب الأمازيغية وكذا باش يتعود معهم وأنا تنقول يو دابا هاد سيد عاد جا كيفاش أنا عادي نخرج دابا وخوة وخوة وصلت لدك شي اللي اللي كنت مقرروا أهام نخليه بعد حتى يمشي عادي لين كلين نخرج من البريد و77 كان نظل الحكومة ديال سي أحمد عثمان كان مع سي أحمد عثمان مع السي أحمد عثمان وقبل كنتي كتسمع بواحد شخصية مغربية اسميتها المحجوبي أحردان نعم نفعل نعم نسمع بيها وكان عندي تعاطف كبير مع الحزب مع الحزب شنو ما زلك تذكر سي موحند العنصر ديال يمكن اليوم الأول اللي غيدخل فيه المرحوم أحردان للوزارة فالما وصل سي محجوبي أحردان الله يرحمه الوزارة بالطبع ذاك وقالت لك كانت ذاك الفكرة باش نخرج ولكن ذاك الميول مع وتعاطف مع الحركة الشعبية خلاني أنني متعرف كتر على هاد الزعيم ديال الأمازيغ في ذاك الوقت ونتقرب له وهو كان يبحث بحل اللي قلت لك على ناس اللي ممكن يتيق فيهم ويتعاول معهم وكنت يعني في ذاك السنتين أو ثلاث سنين اللولة يمكن يقول بأن كان عندي واحد يعني تقدم في المراتب سريع إن طلعت مدير واحد الفترة معينة لالبريد وطلعت كاتيب عام مدى ديال 8 شهور كاتيب عام قبل ما يجي السي لا لا مع السياء حردان مع السياء حردان مع السياء حردان مدير ديال البريد ولا كاتيب عام لأنه كان عنده خلافات مع بعض المديران اللي كانت ذاك الساعات ومع الكاتيب العام اللي كانت ذاك الوقت جوجد الكتاب العام اللي حفل حقيق خحيدهم أهام وتقلت هذك المنصب ديال الكاتيب العام ديال مدى ديال 8 شهور وجاء تعديل الحكومي السياء حردان غادي ممشي الخارجية كوزير دولة مكلف التعاون إفريقي وأنا غا نطلع وزير ديال البريد أهام غيري سمحتي قبل من المرحلة فاش رجع السي العنصر وزير كيفاش كتشفك المحجوبي أحردان؟ كيفاش كان ذاك اللقاء الأول أو المقابلات الأولى معه؟ كان في الحقيقة واحد مدير ديوان ديالو اللي كان يعني تيقلب على واحد الناس اللي في الإدارة اللي أمازيغيين اللي يعني يمكن يعاونة المحجوبي أحردان في هذه المهمة وهو اللي كان السباب ووسيطة يعني بالنوم من وخاة كان شوفوه أحردان مرة أو بعض المرات ولكن يعني العلاقات كانت مع هاد مدير ديوان بالخصوص وهو اللي فعلا كان اقترح عليه واحد عدد الأسماء لدي الإخوان اللي كانوا ذاك الساعات كنا شير معه ولا خمسة ديال الناس اللي عندهم يعني مناصب علية في البريد وهي ممكن أنهم يساعدوا يأخذوا بعض المديريات ويساعدوه وهكذا وقع يعني التواصل مع السلم حجوبي أحردان تنشوفو ذاك الساعات في الدهر ديالو تنشوفوه في الإدارة وكانت واحد اتقام متبادلات الحقيقة وحنا عندنا ذاك الرغبة أننا نشتغل أكثر لأننا نعتبروا بأن هاد الوزير تيخصنا نعاونوها أكثر من اللي كنا نديروه الجانب الأمازيغ يخدم؟ تماماً يعني هو اللي كان يعني دافع من دوافع الكبيرة طيب من اللي كنتو كتلقاوه مع السي المحجوبي أحردان شنو ممكنك أو لمازالك تذكر على شخصيته في ذاك المرحلة وفي تدبيره للقطاع شنو كنك يقول لكم شنو كتقولوا لي أنتم شباب وعلى كل حال كان أكبر منكم السي المحجوبي أحردان كان طبعاً ما عندو شي إلمان كبير بالقطاع وكانت ذكر بأن أحكى النام لي سيدنا اللي ينصروا مرحوم الحزن الثاني نجل غد يعينوه في الوزارة البارد وقالوا أعطيك واحدة الوزارة كبيرة وغمين غد ترتاح فيها والدرجة أن مولاي حمد العالة والله يرحمه والسي حمد السنسيطة والله يرحمه كانوا تقول له أعطيك لترافو ترانكي قلت لا يوجد شي عارف بأنه بيتاتي بيتاتي وكان في عدن يبحث على الناس يساعدوا ويخدمون أنه هو بعيد شوية على القطاع وحسي محجوبي أحرضاً عنده جوجة الخاصلات الحقيقة كان رجول تيدير تيقى وتيدير ولكن في نفس الوقت مشكاك ومحتاط كثير ما كيتيقش بسرعة ما كيتيقش درجة أن أذكر واحد الواقعة ووقعات في ذلك الفترال كنا كنا وزارة كان السيمان صوري بن ألي ما يذكره بخير كان وزير للنقل وخلق واحد جمعية للريف في الريف والجمعية للأدنى للريف السياحردان خبره قالوا لنا نكون جمعية والسياحردان كان نوي أن الجمعية يكونها باش يجيبها الدعم للحزب ولكن السياحردان ساعة جمعية بغي يخليلها واحد استقلالية بعيدة للحزب بعيدة للحزب وهذه خلقات السياحردان واحد الشوكوك بالدرجة أن أحد منهار قررنا أن ننشي ونشوفه السي منصوري ونستفسره على هذه الجمعية كيفها شوكو هذا تدير السياحردان والمرحوم السياحردان وفعلا تبين ذلك الساعات بأن هذه الفكرة ما عجبته شيء أنه يدير جمعية ومستقلة وأنه بدأت يشوفه يمكن يفكر فيما بعد أو كذا يعني كان دائما عنده شيء يد الحذر كي يكون حذر بحال هذه الأمور وفي تدبير ديال الوزارة شنو الأوراش اللي فتحته أنا ذاك في قطاع مقاشة الوزارة على كل حال ذا با ألور في القطاع لما توليت أنا القطاع في واحد وثمانين لا تقبل غيم فاش كتيكاتي بعامو السياحردان كان وزير لا كنا ذاك الساعات في عدن البريد والاتصالات كانوا مشاركين يعني كانوا يعيشوا أحد وضعية صعيبة بزاف كان الخط الهاتي في ذاك الساعات باش تأخذوا ودخلوا للدار أو المكتبة والمنشر يعني ما هي وما لونها ثم تنديروا العام المخير تمنالاف عشرالاف ديال الخطوط الجديدة في المغرب كله في المغرب كله وكان يعني الطلب الكبير عند الناس وهو يعني الخير الكبير اللي ممكن الدار بهم وهو تعطيه واحد الخط لهاتي فيه سياحردان من الخلافات اللي وقعت له مع واحد المدير تم ذكر المواريد البشرية تهواتوف الله يرحمو الساعد العالم السقلي كانوا شجولا لطانجا ودازوا على العريش ومعريش تشوفوا الناس الوزير بطبيعة الحال رئيس حزب تقدموا له طلبات وجاء واحد الفاكتور ممزع أعطاه شي طلب قال له بغيت منتقل قال له أخر أعطاه ديك لبريال السي عبد العظيم وقال له هاد السيطة تنقله من هذا عبد العظيم إداري كده عالي الوزير هاد شي صعيب رامي ممكن شهايرة كيكون واحد جدول دي الانتقالات سنويان والأولويات عقد ليه المهمة يقولوا كيفاش الوزير اللي ما يمكنه شي ينقل حتى موزع بريد يعني هذا وزير يعني اللغد له غير حيد المدير نقل المدير كان عندو هاد طابع دي الحدة معناد شوية أو معناد هذا هذا وليخ الله يعني واحد عدد تغييرات المسؤولين الكبار دارهم في ظرف واجيز هذا المدير هذا المدير البارد حيده الكاتب العام حيد جوج يعني لأنه كان هو جايب ذاك المنظور بأن أنا وزير وتيخصني في أعلن أنني الكلمة دي المتاحش ونقدم يعني ذاك الشي دي المسارك الإدارية وكذا كان عسكري في تدبير ديه كان عسكري في تدبير وبدأت الملامح دي العلاقة ديالك مع الحركة الشعبية في هذه المرحلة؟ لا بالفئة بدأت وانخرط ما هي فاش نخرط باقتراح ولا انت اقترحتي أو شنو؟ من اللي كانت تكون يعني مع الزعيم وكذا وكذا وكينها التقى كانت تخدم إدارة وتتخدم الحزب أنا تنعقل بأن تم دخلت مباشرة وعوضوا من جهة الوطنية وعوضوا من المكتب السياسي وأخا غادي محضروا عليهم ما كانش كان ذاك شي غير شكلي وتنعقل المؤتمر مرة كشانا ذاك تظهر لي في 81 لذيذا يعني تكلفت بيها أنا شخصيا بالمؤتمر وكان ذاك الانتقال من موحند العنصر الموضة في الإطار المتفوق في القرية السياسة كان سهل؟ ضغياء؟ تأقلمتي؟ كان بسهولة لأعلاج لأن هذه الساعات الحركة الشعبية وهذه الأمور التي كانت توحب على سلمحجوبية أحرضا وهو أن التنظيمات هو ما كانش كاي قبلها تنظيمات الحزبية وهذه الهيكالة والمكاتب والمجلس الوطني كان يقول لكم بينا محضروا على المكتب السياسي واللجنة المركزية هذه الساعات يعني من دورة لدورة يعني ناس آخرين يعني كيتهيبوا ناس لأن تنعيتوا لحد العدد ديال الناس لأن ذاك شي عندهم ما دخلوا شي في البن أنه يعني يكون واحد إذن ما كين شي ذاك الحاجز اللي غادي تلقى واحد الحيط قدامك غيشد عليك الطريق أو كده وأنت تحمل سيل العمل السياسي؟ أه تحملته بحالي قلت لك خدماتنا تقريبا من ناحية العاطفية لأن هذا السيد لأن هذا الحزب أنا أريد أن نفكر فيه من مدة أن جاءت هذا المناسبة مع رئيس الحزب يجب أن نعاونه وأنني نتخلى له وأن خارطت إذن هذا الشي في نهاية السبعينة نهاية السبعينة وأن خارطت بسرعة مكتب السياسي وكانت ديك ساعات سياحة رضان تدير خارجاتك كثير هالجوالات يعني فلا أقاليم وكنت كان بشي معه وتم تكرحت يعني أول مرة تتعطى لي الكلمات في بعض التظاهرات وهذا ولكن دائماً مع ذلك الحضر ذي السيئة حردان رخصك تحتاط أشنو غد تقول شنو هذا يعني أنا ما خصك شي تبان بأن راه عندك يعني شي أها ضربه قيس هاي تماماً أها درجان نملكة تعمل الخطاب قبل منه أو لا منبان منه تيخصك تحتاطي راسك ما تبان شي بأن نارك يعني تتزعم شي حاجة خصهوي بن الزعيم تماماً أها تبقى له الزعامة ولكن مع ذلك أنا ما كان شي عندي شي طموح لكتساءات نهائياً ما كيترح لي شي إشكال نهائياً يعني قضية الأمانة العامة ولا كده وعمرني فكرت فيها ولا تنفكر فيها نهائياً قلت يا ناكد خدام لقيت راسي في حيز لقيت راسي في هذا الجو وفي هذا الميدان وبدت تنطلق مع شخصيات في الأقاليم مع الناس هداقين كبار ومساعدات هذا هو ما كان عند سيموح عند العنصر طموح أنه يرجع وزير أبداً ما عمرني فكرت فيها لأن أنا قلت لك أنا كنت كان عين غير سياحة أحضاني مشي نخرج من الباريس صافي مشي ندير شي حاجة أخرى فإذن لما جاء ذاك الاقتراح ديالي كوزير في 1981 تفاجأت تفاجأت يعني في عمرك ذاك الساعة 39 سنة يعني شاب بالفعل في أوج الشباب ديالك طيب وهدي حالة غريبة جداً كيف قلنا موظف بسيط في الباريد الرجع وزير ديال الباريد كنظن إموت زار مرموشا غا تكون كان عند العرس داك النار بالفعل 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 يعني لسوق أرغم أننا نقول لك موت زار مرموشا قلنا بديك ساعات أربعات القبائل ومركز إداري ويمكن العدد ديال السكوان لا يتعدى عشر الاف سكوان في ذاك الشي كله ولكن مع الفترة ديال الاستقلال وقرأي قليلة والناس يعني اللي كي يقرأوا وكانوا كي يشتهدوا فمن ذاك العشر الاف خرجوا زير ولكن خرجوا كذلك جوج أو ثلاثة ديال الجنرالات أو ثلاثة ديال ديال الماجور يعني شي غريب هذوك الناس يعني كانوا ولكن للتاريخ والحقيقة يعني الناس اللي قرأوا ديال الساعة ترقق لان تحسبوا هذا رؤوس الأسبع وكانوا كانت واحدة جدية كذلك في ذاك المناطيق كانوا معروفين بالثقامة ديالهم وبالقدرة ديالهم وفقصوا في الميدان العسكالي وكان ظن بأنه أول واحد اسميته موحند سيكون وزير أول وآخر موحند في الحكومات المغربية والسهل ولد الهامش في ديالمرحلة يجي ويكون وزير لا بالفعل صعيبة وانا متى نفكر شي فيها أنا قلت لك بأن ناريفتي قاع اللي قد ندخل للإدارة وهو حتى شنو هي الإدارة وشنو هما قاعد الدوالي بالإدارة وشنو كنا نطمنا شي كنا نعرفوهم شنو شنو قديم كلك متى انتين يقولوا لديك ساعة عقل هذاك عمي اللي قال لي ديوانة وكذا قال لي او لا تمشي للخارجية وانا في ديالي الخارجية فيها غير الوزير والصفراء كينش إدارة دخل لك وزير ولا كسافير اذا فعلا نرى كان شي الهوامش صعيب علي هذيك الساعات انها تفكر في هذا الشي هذا في الوقت للمدن كتعرفين كانت سهولة هو وزارة المالية هو وزارة الاقتصاد للتجارة والصناعة احنا هذا الشي كله ما كنا كان شي معروفة عندنا نهائيا وخا المسألة ديالي استيوزار شكو الخبرك بها سي موحن دعا نصر لا بالفعل خبرني الساعة حردان وقبل من له موزير الديوان ديالو قال لي رح اقترحك الساعة حردان تكون وزير رغي كين واحد بتعديل بتعديل حكومي حكومي والساعة حردان من لاشكرا اقترحوا عليه شي وزارة أخرى ومن الاقتراحات اللي دار بالنسبة للحركة الشابية رح اقترحك كوزير برلي انا وصي موحن دو ناصرانا داك وصي توقاني اللي كان في وظيفة العمومية ما دوم الناس اللي انذكرت عندي بقي كان نذكرهم الوزير الاول كان ذاك كريم العراقي او معطيب وعبيد لا ديك الساعة معطيب وعبيد معطيب وعبيد معطيب وعبيد إذا دخلتي في إطار تعديل تعديل حكومي حكومي تماما نتوقع كيف كان المراسيم للتعيين أول مرة كان نظن سوب داو هذا وخد رباط كان تعيين في رباط لا تعيين كان في فران في فران كان في فران وتنذكر مباشرة بعد تعيين إنه كان السياحة داير معا الناس ديال الزاوية ديال تامجروت في زاقورا ما دي يمشيل عندهم ودك الموعيد اللي داير معاه مشاهل لغدله ديال تعيين وباش من نخرقو شي داك شيت طب السيدنا يعطيه واحد الهليكوبتر ومشينا لتامجروت من إفران مشيته من إفران مشينا مباشرة لتامجروت لتامجروت أها وإذا نرجعنا ودرتنا لباساسيون في التعيين اللحظة ديالتعيين شو ما زاكرة تذكر؟ كان أول اللقاء مع المرحوم الحسن الثاني؟ أو اللقاء مع المرحوم الحسن الثاني؟ طبعا الدهشة وكذا ولكن ما كان ديك ساعات لاختباضي الوزارة وكذا البروتوكول يجيو يقولون ما هو الباس وشو ما هو كيفاش مكنا نسلموا على سيدنا وطبق ديقائنا فيه حاولت يعني جاد المستطاع أن نقوم بك تلتزم البروتوكول وكان ديك ساعات واحد المدير ديال البروتوكول أصعب ما ما عرفه هو البروتوكول هو الجنرال مولايحفيد ويعني مما كيدو تغيشوا فيه كتخلع فمبالوك يعني كيفاش سلهام اتقاد كيفاش يعني اللي باس يكون تفاصيل للتفاصيل كان شي حديث مع الملك الحسن تاني ولا تعيين وفقت وإذن خرجتي من قصر دي الإفران وزير الباريد والمواصلات وكيفاش تبدا المهمة ديالك استوعبتي أنك رجعتي وزير لا بالفعل كينشورت الحويش لأن هذه المدة وخاقليلة ديال الكتابة العامة كانت سهلة شوية المأمورية وهو نقول لك نقول لها كيفاش أنه يعني موظف ديال الباريد تمشي تيوي تيوي الوزير هي فيها محاسين ومآسي المحاسين فهو أنك تعرف القطع يعني ما كانت دخل شيء يعني قطع جديد ما كتعرف شيء عرف تفاصيل عرف القطع تتعرف الناس اللي خدامين فيه وخصوصا هاد المورور في الكتابة العامة تتعرف يعني المديرية كل هادتينين وتتعرف الناس ولكن ما سوى هو ديك المعرفة ديال الناس كتخليك ساجين في ديال بعض الأمور يعني تيصعب عليك يعني شيء واحد لو استمعه واحد المدة وأنتم زملاء وكذا والجي تتعاتبو ولا تتعاقبو ولا كذا فتيخصك تكون يعني شد واحد الميزان ما بين الصادقة وما يفرضه يعني المنصب وكي قدر سيد ديال الميزان سيمو حد الأنصر أنا قدرت نديره أولا لأن كانت العلاقات ديالي طيبة مع الناس ديال الإدارة وأخا أن بعض المدارات المذكر لما طلعت وزير لأن كنا بدنات نشتغلو على واحد المشروع ديال تغيير ديال الوزارة إلى مكتب ديال البريد والمواصلات وكنا واحد المشموعة ديال ثلاثة أو ربعة الناس واحد المدير ديال واحد المسؤول في المواصلات سيد ريسي وواحد اللي يمكلف الإعلاميات توفى الله يرحمه سعد الرزيق أنا أعمل إن كنت دير يعني دستفاع في الإدارة للموارد البشرية وكان معنا تيد هر لي واحد الرابع عاقل شيش كون وقلنا بدي خصنا نحاول نغير هادشي هذا رابع توجه هو أن الفتاح وإحنا الوزارة ضيقة ما يمكننا شيء والإجازات قليلة خصنا نغير هادشي باش يمكن هذا وبدأنا في ذاك الوقت قلت أنا عقل أنا بوصفي كنت في المالية كان نشوف الناس ديال الوزارات المالية تنحاول مقنعهم باش يمشي معنا في هذا الابتجاه كان سيسقا بخير هو اللي كان مدير بالميزانية لكن الجواب هو لا تقول لك أنا عندي أولويات أخرى عندي المدارس وعندي السبيطارات ماشي البارد ماشي الأولويات ديالي تنسلوا له قديرها بدون هاد الاتصالات يتنمى وكدر ما غا نوصلوا في القطاع اللي نطريق نهائيا ما كانوش وعيين بالقيمة ديال القطاع داك الوقت بذن ما كانوش كيشوفوها كده كانو كيديو من عندنا سنوي واحد خمسين ولا ثمانين مليون ديال الدرهم اللي كانونا نعطيه البدولة مهم و تهليم الشي قطاعي رهنو عليه قلنا لو ما رهن كلكم تأخذ دكتر على أي حد القيناء وحد الحيد قدامنا مهم فإذا أنا مليطلعت الوزير بقى هاد الهاجيس خصتا نوصل لهذا الشيء ولكن كدليك جوا عندي بعض الزملاء من هادول اللي فلن ديال المجموعة وعاتبوني تقريبا من طلعت وزيري وانا دا شو ما عليك وخبعتي علينا غا تطلع وزيري وانا نحاول نقلعهم بأن انا براسيرا يعني تفجأت انا براسيرا ما كانش في باريه كيش في راسك كيفما كان الحال كان مشيت بالرؤية الرؤية كانت ديكسات باقي الإصلاح ديال البريد لأن تيخصنا نغيرو هاد الشيء وكنت دابط طبعا القيطاع دابط القيطاع وخصوصا لأن كنت تنمشي الاجتماعات ديال المنظمة الدولية ديال البريد وديال افتصالات وتنشوف الدول الأخرى وتنشوف يعني كيف هاش بداء التطور الحقيقة ما سبقونا شي بزيب في هاد التغييرات ديال من وزارة المكتب غادي نحكي لكم من بعد كيف هجت يعني الإقناع ديال الحكومة باش أنهم ما تبقاش الوزارة يرجع مكتب يرجع مكتب كان عندي هاد الهجزة الأول وكنت نذكر حتى الناس ديال المسؤولين ديال القيطاع ديال الاتصالات كانوا كيتشكوا مني شوية لأنه كنت دائما كنت طلب لهم يعني شهاء شنو نجزنا هاد العام خصنا نديروا جوجد المرات وديك ساعة سهلة يعني كنت من آلاف خط لا لا خصنا نوصل من سستاشرها لخصنا وعشرين نالف ودرتوا أحد الموخطات نوصلوا لخمسمائة آلف من مئتين وخمسين وخمسمائة آلف خمس سنين يبدلهم شيء كبير ومستحب ولكن خدمنا في هذا الاتجاه وكنت كراها على هذا الشيء والعلاقة اللي عندي مع الناس كانت كانت سهل كنا نديروش سماعات يعني أسبوعية اللي مكنش كدار فبزاف مع الوزين السابق سنة جوبيع أحضم وتنحاول يعني أننا نقنع يعني البعض ونحاولون نمشيوا في هذا الشيء وكوزير كان عندكم في هذه المرحلة واحد وثمانين كان عندكم الهامش كبير ديال التحرك ديال المبادرة ولا كان لابد أنه تخدموه وتحبسوه صراحة لا في قطاع البريد والاتصالات كان عندنا هامش بكل إيمان وغادي يكبر هاد الهامش مع بداية أربعة وثمانين هي اللي غادي تخلق فيها هاد الوفيس وثالك صدفة لأن شنو وقع باش يتخلق هاد الوفيس احنا هادا كذك سعازم المالية قطعت علينا الطريق ونقولنا الغالب الله صافي ونبقى وفي هاد الشيوتا هيا هادك اللي كان حاوله خصدنا ندوزه من النات من الاف خط تلتناشر الف وخمسة عشر الف وهذا وحدي النار كان شي حاجة في القصر المالك لي معقل شي شنو كان شي مناسبة وعيتو النار وزارجينا ولقيت جلالة المالك الحسن الثاني الله يرحمه تسول عليها ومشيت اللي عندو قللي بهذا الفضل السيل العام صار شنو وقع في هذا المكتب ديالكم ديال البريد واتصالات أنا هزيت تليفون ماشي سطاندارديا لان اللي هزيت تليفون عاية الدريس البصري وقيت الناس كاي معايا في الخط كاي مخلطين معايا اه 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 قلونا عمسي دي الحقيقة وهو ان اليوم تنقولو عن 250 ألف مشتريك في الحقيقة ما كان شي واحد كتر من 8 ألف اللي ممكن لها يعني عندها الخط سلك راح الشيل اخر كله إما عاطاب إما كيتخلطوا للمكالمات والخيوط ويلا بقينا على هاد الوضعية هادي راح ما يمكننا شيره من هنا بعد السنوات راح هاد شي غدينهار مهم قلو راح ناجح طالبين باش نديروا تغيير ونرجعوا من الوزارة المكتب قال لي كيفاش في يام الفرنسيس كان المكتب ديال البريد وده بات الزوث قلت له هاد شيني كاي عايت لها ملطيف شوهري مولاي الزين كانت لها الاقتصاد ديالساعات ووازي الأول قال ليه هاد تعاونوا مع العنصر باش يخلق هاد المكتب ديال الالتصالات الالتصالات هكدا 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 بتت انطلاق وفعلا بعد واحد دراساتي واحد ستشهر اتشهر اللي خلقنا هاد المكتب طبعا الشي عندنا من نهارها اللغة ليه يعني تغييرات الامور ولكن احضانها مش كدالي كبير واعطاه حتى للموظفين واحد رؤية اخرى انا عقل جانا عندي واحد السيد قال لي جا عندي الموظف زيال البريد اليوم وقيتو مزيان وتاي هادا هادا وكل واجهة شي هادا مزيان عندكم بديتوز قال لي اليوم احنا موقا ولا ما بقينا شاي وزارة تبدل شوية في الدينية ديال الموظفين حتى الدينية ديال الموظفين في العودة الثانية ديال الحكومة ديال الحكومة في الوزارة المرة الثانية الثانية اها كان هو اللي دعمنا بزاف وكانت لنا هو كان عندو الفكرة كذلك ديال القطاع الخاص مهم وكان كان كي يواكبنا في هاد تغيير ديال الوزارة المكتب الدرجانة انا قل اللي قال لي كيفاش غا تصوبوه هو اللي عاوني على تحسين ديال المادي ديال الموظفين اللي ان وزارة المالية اللي تستعاد دائما هي بها مزيرة كما اليوم وكما دائما يعني شدد بذان عاوني وقال لي لهيكالة وقال لي يا كين المديريات وهذا والمدير العام وقال لي نخلقه واحد الكاتب العام وقال لي وقا إياك قال لي أنا جربتها في الفلساط في الفلساط قال لي القطاع اللي عندو جرد الريوس ما غا يتمشي شي المدير العام والمدارة سافي فسهل علينا المأمورية في الحقيقة وبديسو مشوار آخر فيما يتعليق بالقطاع قد تبقى فيه تل سنة 92 هذا مشوار آخر وفيه علينا مقعوب فيها عدد ديال الأمور تغيرت من هذه القضية ديال المكتب وفي هذه الساعات بدأت شوية الأمور كتقدم وكذلك مشينا لطريقة أن بصدر واحد وقت كما هو الشأن في بالنسبة لحد عدد الدول ولو ديال المواصلات والباريد راه جوجد مهان مفرقة هذا الجمع ديالهم يعني في في قطاع واحد ما كيلاش راه صعيب وبدينا تنوجده في واحد القانون ديال ديال تغيير ديال الفصال ما بين القطاعين اللي في الحقيقة ما شاف الموار حتى تمشي تانا من القطاع هذا خرج القانون اللي كيفصلهم ولكن بدينا تنشتغلوا فيه وتنذكر من الأمور الغريبة اللي ما حضرت مع جلالة الملك الله يرحموه على هذه الفكرة وبصرته أعداش وكذا قال لي مزيان قال لي ولكن عندي نصيحة النزل البارد راعى إلى وحدهم فصلوهم إلى بغيتو ولكن القانون الأساسي ديال الموظفين خليوهم مشترك لأن راه غاي يبقوا يهربوا لكم ولا غايكون تفاوت في ميزانيات نتابع لها التفصيل تمام لبها التفصيل بوما بعد بقاعد نفيصان خلاص بعد سنوات خلاص ونفصلوا حتى في القوانين ولكن ديك الساعات كانت عندو هذا الرؤية والدرجة أن خلينا لهم واحد عدد الأمور مشتركة ومكملها سيحزون وهو مثلا كل ما يتعلق بالميدان الاجتماعي يبدو في المراكز ديالت الطيئة وكذا بقاعدت مشتركة ونمود دق قبل ما تفصل إذن هنا بداية الأمور كانت سهل وبداينا كانت تنذكر أول مرة غادي ندوزو واحد الصفقة ديال مية وعشرة الاف خط قلنا كان ديروك الصفقة ديال عشرة الاف المراكز عشرة الاف خط خمسة عشر الاف خط هذيك الساعات ديرنا مية وعشرة مية وعشرة الاف مية وعشرة الاف مية وعشرة الاف ودرنا بقيت مية وعشرة الاف جاتنيت أنا يعني كتيرا بوحدي باش غنبيروها ودرنا واحد للجنة ديال اللي غا تفصل ودرنا فيها وزارة ماشي الممتلين ديال شنو الهدف منها؟ الهدف منها انها هي غا تشوف العروض اللي جات وغا تتحكم شنو هو العرض لها دا وستعرف ديالك الساعات يعني في العروض يوقع الكلام وكتير وكادا عطاوا الهادو لأنها دا وحيدا الهادو قلت أنا باش نحن طرصنا نديرو هذا انتفقت مع الوزير الأول نديرو واحد للجنة من الناس اللي يكون جلسة الإدارة ديال القطاع ولكن نديرو فيها وزارة تنقل كمالية 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 ووصلنا للتحكيم وكان يعني العرض المقبول لا ماديا ولا بتموي ديالو غادي يوقع الكنديين اها من يواشر الهدف خط وكننا خلقتني مشكيل علاش؟ نقول لدي الكناديين مزيان هما اللي اللي اعطوا العرض مزيان ولكن هادو مرح ما غايدوا موشي معانا احنا الفرنساويين هما اللي معانا دابا واللي غادي نحتاجهم غدا إلا مشينا قطعنا معاهم فهدي شنو غيوقه ومشيت واحد مجيس للوزاري في فران وطلبت لسيدنا النسالين نشوفوه وقلونا على سيدة راه فلطينة في ديك الصفقة ديالنا الكبيرة راه العرض وقع للكنديين وعننا شفية ديال الدغوطات كان شي ناس مقرب من القصر تقولون اللخص تعطيه حتى الألماني تعطيه الألمانيين سيامانس ما تقولوا ديسيني سيامانس راه كاينة هنا في المغرب وربما أعطي هاكا شي شاركات من الناس ديال القصر وكذا وقلوه وكتر من هذا كاينة أنا بغيت نقطعها بس إنها جات على خاطره واحد العشرة ضف خط خليوها الفرنساويين وخامشي هما لأنه باش مقطعوا شي معاهم الصيلة اها وشنو كان أردوا؟ قال لي ودرتوا الأمور ديالكم اللجنة ديالكم قانونية قال لدينا اللجنة في هالوزارة وكذا قال لي ذاك شي اللي قررتوه ديروها اللي قررت اللجنة وهو هدافش عطينا مئة ألف خط للكناديين وعشرة ألف خط لفرنسيين وفرنسيين عشيش من سنة تقريبا سي العنصر؟ هادي تكون خمسة وتمانين ستة وتمانين منتصف تمانين منتصف تمانينة دكسع وليفتي القطاع ونستي بيه ورجعتي وجه حكومي معروف بالفعل بالفعل وكانت يعني منذ عمال القطاع كان عندي بسهول ديكساعات لأن المعرفة دي للصديقة والدعم اللي تلقيتوه من جلالة المالك اللي ينصره ورحمه وكذلك من رئيس الحكومة ساعدنا بزاق الكريم العمراني في لك الوقت لأن احتفدوك التمويلات ديه البرة كان يعني كي يقدم دائما قطاع دي الابتصارات أنا ذاكو تكلمتي عن الحكومة على الوزير الأول كيف كانت الأجواء داخل الحكومة داخل مجلس الحكومي مثلا العلاقة بين المكونات دين الحكومة بين الوزراء تبدلات الأوضاع كان ضن بين سابق و بين دابا لكن في الحقيقة و تبدلات الأول كانت هناك علاقة نقولها عادية ما كان شي شي داخل الكبير كان جالسي كريم العمراني الأجواء كانت أجواء أخرى رجل مريح رجل كان يمشي البرلمان ومع الوزارة كان دائماً تناشط وتسهل هذا ولكن في نفس الوقت كان شد القطاع وفاك شد الوزارة عارفها مزين تهوى يدخل ذلك الفكرة القطاع الخاص وهذا والعلاقات الأجنبية كانت تعاون في هذا الشيء كان منطق المقاولات عنده والعلاقات مع الوزارة في الحقيقة كانت طيبة ما كان شي شي تشنوج ولا شي حاجة وفترة بسيطة مع العراقيين ويرحموا اللي تولى الوزارة الأولى وحيدة شنو كان وقع؟ شوية بردة معاك انت كشخص ولا كحزب؟ نا مع الحزب ولكن مع الوزارة الأخرين لا كان شي 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 انسيجام كبير من محلي كانت مع قلم كان عندهم الشكل مع وزير الفلاحة أو مع قطاعات أخرى وعلاش شنو كان واقع؟ تظهر لي هي قضية أشخاص قضية يعني وعنصية عراقية وخم يعني ما كان شي كتي يبين بزاف العلاقات دياله دياله مع حزب الاستقلال ولكن كان طغي عليه من دور الاستقلالي وكان كان متأثر بالاستقلالية هاتشي كان خرق ليكم؟ كان شوية للانزعاج؟ لا تخلقنا بالخصوص اللي تخلق وهو قلة التواصل لأن الحكومة ما هي شي غير المجاليس الحكومية يا حواج أخرى درجة مثلا مع كريم العمراني ولا مع سي ردريس جدو في مبان كان يعني ما بين مجلس حكومي ومجلس حكومي واجتماعات مجموعة ديال الوزراء علامة القضايا وكذا وهذا تخلق واحد انسجام وتيخلي حتى التواصل ساهل ما بين يعني الوزراء ورئيس الحكومة طيب في القطاع ديال الاتصالات تكلمتي على الإصلاحات اللي يدرتوه وغتجي ربما من بعد معتوش ساهمتو فيها أولا لا هي نخلقوه شركة ديال الاتصالات لا هذه المرحلة اللي جات من بعد من بعد أولا نفصلوا البريد على المرحلة ديال الفصل بريد الاتصالات وهي فعلا اللي بديناها وكملت مع السياة عبدالسلام حيزون وثم الصيغات ديال المكتب خصوصا بالنسبة الاتصالات كانت يعني ما كافياش كيخص يكون واحد تحرر أكبر وهي فاشتزل الشركات ولكن اللي كان وهو أن في ديك اللي فترة ديك اللي عشر سنين ديال الوزارة البريد ما كان شي غير هاد الشي ديال خلق المكتب ديال هذا والتنمية ديال الوثيرة ديال الخلق ديال الخطوط الهاتية أنا بحلا تكلموا على شي حاجة في القرن 14 يرى هذه سنوات قليلة أنا بحلا أنا بحلا نقول لك بأن ذاك الوقت تنذكر جاءوا مقاولين باش يستمروا في تنجا وأول طلب اللي يطلبوا واشكاين الهاتف الأوتوماتيكي في تنجا قلنا لهم لا الهاتف الأوتوماتيكي فارجعوا في حالهم إن ذاك الساعات يعني الناس دابتين اللي ما عارفين شذاك شي تنسوه يعني هادابات تستهز القورطابلو تستهز هدر مع الدنيا كلها هذه الساعاتر المكالمات كلها كانت تكدوز عبر يعني دوكليز أوبيراتريس الموظفات اللي في التليفون يعني الوتوماتيك كان قليل شي مدن كبيرة ومشوية مع فرنسا مشي الاخر كله كانت دوز عن اليدوي كانت تعييت الليك دووزيلية كده وكده لدرجة أنه كان واحد جوجة وثلاثة البنات معروفين في الرباط هما اللي كيتعامل معهم القصر الملاكي والشخصيات لأنه هما اللي عارفين دوك الاتصالات مع الزميلات ديالهم في المراكز ديال بره قيادة دووزيلية كده فاطمة دووزيلية كده حتى المكان كنو في الخارج يعني ما كتعيت من تمام الهاتيب تتسول على ذيك الموظفة لأنها اللي عند هذوك العلاقات اه دووزيلية فلان أو فلان تماما هو اللي يجعل أن أنا في ذيك المدة كنت اقترحت أن أحد عدد ديال هذو ديال القطاع السلكي أنهم يخرجوا يمشي الاسبانيا الفرنسا يدوزوا بعض الفترات باش يزيدوا يتعرفوا على زميلة ديالهم باش تسهل المؤمورية إن الوتوماتيك اليوم كيبان للناس يعني أنه عادي هو رهما جاء حتى حتى احنا سبعة وثمانين لما دخلنا الهاتف المقال لأول مرة سبعة وثمانين وكيملكتك تتكلم لي على الهاتف النقال شنو هو الهاتف النقال سبعة وثمانين سبعة وثمانين هو أولا غير الخطمة بين الرباط ودار البيضاء هذا هو البورتابل وتانيا البورتابل ديالك الساعات كان الشنطة واحدة الباليزة فيها واحدة خمسة كيلو وتتأخذها معاك وتانى أعقل بعض الناس كان يعجبهم يحرفوها محرفة هكذا يتسروا بها لأنه يروا أنه عنده هذا خمسة كيلو على كتفوا باش يتمانوا برطة ودرجة أنه ضيور من الحكاية الطريفة هذا كل هاتف النقاف ديك مورا سبعة وثمانين في ثمانية وثمانين وثمانين ثمانية وثمانين ثمانين كان وقعنا واحد العطب الصخيرات كان واحد الكابل من الصخيرات للمركز المباشرة لتليفون وتقطع كان وشين الناس يخدموا الطريق وقطعوه وتقطعت المواصلات مع الأقصر الصخيرات الصخيرات وفي الليل تقلبهم من الجاندار ها يكونوا فيقوك من العاساسي العنصر وقايا طبعا الحال من قلبي أن ذلك الشي اللي تقطع وما يمكننا شي نصوبوه حينا تيخصيت مثل ذلك الكابل وهادوك اللي بورتابل هما اللي يخدم لهم خمسة أو لاستعطيما هم القصر وكذا هما اللي يخدموا واحد ذلك اليومين على ما يتصوب ذلك الشي اها اش حاكم كيسوا ذلك اللي بورتابل الخمسة كيلو؟ خمسة دي المليون ذلك الساعة خمسة دي المليون؟ خمسة دي المليون؟ خمسة دي المليون؟ خمسة دي المليون؟ كانت أن يكون غير عند العيلية للقوم في دي المرحلة؟ اهو بعض الوزارة كان عقل منهم واحد من الوزارة الله يذكره بخير أرفض وكان عند بعض الشخصيات ذلك شي قليل يعني مش غا نقولك ما تكون شي واحد الألفين وكان عقل من مع ذلك الشركة اللي تصنعنا ذلك الشي ذلك الساعات من اللي هاترت معهم ومشي نظرنا هم فان لوندا فان لوندا نوكيا وكان لهم يديرونا شي حاجة اللي تكون يعني ما فيها شي دك الباليزة أعطاونا لبورتابلي يدويين ولكن قد هكذا وكذا وجي نظرنا ذلك الساعات هذا كعود ثاني وراكن تهوراك يديروا 800 جرام لكيلو كتازو في ذلك وغادي بيش كتكلم فإذا كانت كانت هاد الفطراء فطراء يعني وكان بدك يتطور من اللي كان قوله دخل البورتابلي يعني القيطاع بدك يتطور بدك هكذاك من خمسة كيلو واحد تتجوش كيلو كيلو نص ولهذا اليدوي ولكن تهو تقيل وقبل ما يجي هاد الفطراء كلها اللي تنعرفوها اليوم وفي ذاك الوقت كان بدأت تفكير في الخوصاصات دي المواصلات وكان بدأت تفكير خوصاصة دي هاد الهاتف النقال الهاتف التابس نخليوها اللي لم يكتبوا ذلك شيء ولكن بدأت نحروا الفكرة منين جات؟ من عندكم ولا من جهة أخرى؟ لا فكرة جات من عندنا واننا شفنا الدول شون شون بدأت تقدير ولكن أرى الحقيقة اللي أضغط وهو الحسن الثاني الله يرحمه لأنه واخر الفكرة كانت عندنا كان ذاك الهاجز دي الأمني ما كيفاش الهاتف تتعطى الخواص وكذا والمواصلة تتعطى الخواص لدرجة أننا كنا في التابيت فتحنا شنون اللي فتحنا الخواص غير أنهم يديروا ذوك في العمارات ذوك اللي ما نسميهم اللي يعني ذاك الجعبال كيدود فيها ذاك الخيوط دي الهاتف وعطيناها الخواص ولكن بدأت ساعة الانتقاد كيفاش الخواص وكيف يعملوا هادشي وراغا يمكن تصمتوا على المكالمات المكالمات إلى غير ذالي إذن من اللي جاءت هذه الفكرة الخواصة ديال هاد المقال تندكرت رحناها وواحد المسؤول ديك الساعات يعني كبير ما شفنا في البارد في جهاز آخر كان تصلوا به شناس ديال واحد الشركة الأمريكية موتورولا قالوا لو ديحنا مستعدين ناخدو هاد الهاتف النقال نعطيه المغريب يتاوات بك الساعات واحد إذا كنت كنت تكر واحد ثمينمائة مليون ما كاملة شيئا حتى ثمينمائة مليون ديال درهم في العام؟ صفقة ككل هتشي في نهاية الثمانينات ولا في بداية التسعينات لا لا في آخر الثمانينات آخر الثمانينات و الحسن الثاني الله يرحمه بدكاء دياله المطرح لهذا المسؤولات هذا الشيء هذا عايته الوزير البارد و نشوفه معه عايت لي و نقل سنام بشيتي للقصر بطبيعة الحال تعتها في القصر و قل لي ودي سئلة عن سرها السيفلان و راه تطرح عليها نزل موتورولا بغيين أنتو ما بغيين تخوصوا القطاع بيال المواصلة الهاتف المقال و موتورولا تضع يعني الفكرة شنو تتقول في هذا الشيء قالوا نعم سيدي موتورولا شريكة كبيرة معروفة و تتعاملوا معهم الحمد لله كنت ضعبت كل شيء دابنته دول الإيجابي فيك و نحن نفكرو في هذا الخوصصات و راح نتنوجد طلب ديال العروض نشوفه يعني شكون هو اللي غادي قالوا اسمعتي اخليهم و يدروا طلب العروض ديالهم ما تدخلش نهائيا ولا فرد ولا شيء حاجة نهائيا هكذا درنا الطلب العروض اللي من بعد خداوه هادو اللي دخلوه في فرنسا و يمص مليون مقيلة و ليش تكشي في يمصي أحيزون بأخير ثمانية مليات تسعينات فاش خرج و أعطاو مليار و شيء حاجة اعواض ديالك تلتينية مليون اللي كانوا بغيين يعطوه لنا هادوك إذا الأصل ديال التحرير ديالهاتي فالنقار بدا في العهد ديالسي موحند العنصر ديالسي موحند العنصر إلى غاية تنين وتسعين شنو كانت أمور أخرى اللي ربما اشترفتوا عليها في القطاع باش عاد نرجعون الجانب السياسي من بعد بالفعل هو كان من ناحية أولا القطاع ديال البريد هو تطور القطاع ديال البريد بدين ذلك ساعات تن خلقوا مكاتي بكيفية أكبر بدين تنقسم ذوك الواكالات البريدية اللي هدرت عليها قبل لأن هذوك الناس بدأوا المشاكل كي تطرحونها الرجل كي سعطيها 20 ألف فرانك كلها 25 ألف فرانك وكتبت تقول له رغم الشيء ما بقى الشيء إضافي بحل كان عند موالين القاوي رغم الخنمادية الكيية هذي كلها وكتبت تقول هذا الرجل كان عطي هذا الشيما وخلقنا لهم واحد المدام كي يجعلهم أن ماشي موظفين ولكن يعني قرابت عندهم حقوق اللي كيمكن تمكن لهم الولوج للوظيفة العمومية في قطاع الاتصالات قلت لك أمور كتحرك وخد صعوبة تبقاته ولكن العدد الاشتراكات والخطوط اللي كان أعطيهم يتزد بقوة ما بقينا شيء في ذلك الوقت ذي الفكرة ذي الهاتف الرجل كان ينكلوه وكانوا بعد السماصيرات كتشفوهم في مباد يعني كان يشد 4 مليون وخمسة المليون عند الرجل بغير بشي يعطيه الهاتف ديالو أولا بشي يتوسطلو ياخد الهاتف كان نكشي بالواسطة بشي تاخد الخط الهاتفي كانت تحاولو نحاربوها ولكن كانت كتشفو كان هذا أنا أعطيك مثال دي السائس اللي كانت جاندي تيجوان السياسيين ديك الساعات لأن الحركة وكذا أحد السيد كانت تذكر منظر البيضاء جلان دي وكانت ذكرنا كذا قال لي وعطي لي بعدا شي كارت فيزيت ديالك باش توقع اندي نعيط لك أعطيته كارت فيزيت خمسة عشر يوم من بعدة عيط لي واحد المدير الإقليمي منظر البيضاء قال لي ودي واش واحد السيد جاب لي واحد الكارت ومكتوب فيها في الوراء بأن أعطيه لهذا السيد جوجد الخطوة للهاتف واش انتاني أعطيته له وقف ذاك شي قال لي فلان وقف ذاك شي وقف ذاك شي وقف ذاك رهدرت مع الساحرة وقفت للسيد راه عادي ندعيه صافيه راه يعني يزور وكذا يعني استغل كارت فيزيت باش يدخل تليفون ديك الساعات يعني كان شي غريب يعني تمانين في المياه ديال الناس لي كيجيوا الوزارة للديوان وذاك شي كيجيوا عادي ش يطلبوا يعني الهاتف وكانت شي غريبة نتكره السيد محمد من عيسى الله يتكره بخير الله ما زال كينتكرها أن ما عطيناه الخط الهاتف أوتوماتيك للأصيلة لك الموسم يعني كان شي غريبة وفي أعلان باش نعطيه هاد الخط كان كاي خصنا نعطيه خط مباشير يعني لتما جوجد سلوكات بسطلهم لتما باش يكون عندو الوطوماتيك فكان ديك ساعة شي غريب لدرجة أن كين هادي قبل ما نطلعوا زير مورا الزلزال ده أكادير كانت واحد نكتة نمشيت واحد مودود لك أياه الأكادير كان العامل اللي جاء مباشرة بعد الزلزال لكي زانا واحد رئيس المكتب الباردي هو اللي كان موقاتا مدير إقليمي وهو اللي قبل ما نعوضه بالمدير وتبنى شوية المديرية ونعوضه وكان يحكى وهي حقيقية أنا عايت له هاد العامل قال له أنا خصني الوطوماتيك ما يمكن لشينا الرباط وكيفش نهتر مع الرباط ورباط يعيكوا لي ووزارة وكاذا هم تبدعين هادا أخوانا تصل بالوزارة ودك شي قال له مستحيل ما هالنا شي يعني باش نديرو خط مباشير نحيدو من ذوك الخطوط اللي هي العموم كانت ثلاثة ورلا ربعات الخطوط ونحيدو واحد نعطيه هغل العامل مجاس والعامل ضغط عليها مشال عندو داسلكة بالتليفون ديالوب طيب وحطش سلوك فوق العامل وحط له التليفون بالكادره مجال له نعم سيدي الخدمة ديالي نسالتها دابا بقدر رباطش في العامل وحنا كنت كلمو وانا فار انتباهي في دارك السي وحنا دعنصر واحد الجيازي للتليفون هاداك معتش حلم نسانة دابا في عمرو هاداك يعني كان من هواتف اللي تستعملت واحد الوقت في المغرب اللي كان نقول لك هذي خمسين سانة أو خمسة وردعين سانة كانت لديك ساعات التليفون هو تدور واحد الماليتوب باش كي يعطيك الكهرباء وكي وصل نداء ديالك للمركز وعاتت جاوبك للكاتبة جاوبك رقيا عاد لا بغيت نمرها الفلانية ولا بغيت نمرها الفلانية ومن طرائف ذاك الوقت لك ساعات الناس كي يتلقون نوكات من المغربين وانا اه طبعا تقولوا را عيت الافتازة الموظفة وتلادو في زيليا عفاك رقم مية وتستة وخمسين اه قلت لي رقم مية متستة وخمسين رام شغول بحق عندي سبعة وخمسين فارغ اي لا بغيت نوكات ذلك كل شي كي يخرج منه النوكات اذا ما كانش ساهل لا التدبير القطاع ولا الامكانيات اللي كانت في القطاع عنه ذاك كانت صعيبة كانت صعيبة كبيرة وابدينا ديك الساعات من اللي يخرج خلقنا الوفيس تنفكره حتى في التنمية ديال الباتريموان يعني الممتلكة ديال البارد اللي نشنوقاه اللي واقع وهو ان في كل مدن ديال المغرب وما زال اليوم تتبني مكتب بريدي في وسط المدينة وفي واحدة مساحة كبيرة وفوق منه السكنة ديال رئيس المكتب ولكن مع التطور ديال العمران كتلقى يعني عمارة طالعة بكل جهة وذيك المكتب وذيك المساحة كلها باقية وكنا كنت فكرت وقدرت معنا لنموذرها وكل مودي خصوص مودي للبارد خصوصا نفكره في تتمين ديال هالشي شنو كاي منعنا؟ تكون عمارة فيها مكتب للبارد في السفلي ووحد الزيطاج وليزيطاج الأخرين يعني يمكن يعني نكريوهم أو نبيعهم كانت صعيبة في الول باش تقبل الفكرة وفاعلة تقبلت وطي يظهر لي أول مكتب الدار في داك الشكل هو في دار البيضة اليوم في الشريع غندي في البداية الشريع غندي يعني فيها طبقات وما زال اليوم يعني ديال المنشآت يعني تمينة ديال الاراضي ديال البارد اللي ممكنها تستغل تستغل فاتشي إذن باش نختمو هاد المحوار نعود نرجع للموضف في البارد قدر يرجع وزير وقع تقريبا عشر سنين وزير ديال القطاع وللفوك الناس في الوزارة على الأقل بالفعل لا لا في الإدارة يعني أنا قلت لك أنت عندي علاقات طيبة بطبيعة الحال كان الناس اللي شوية معهم من خلاف لأن الإدارة كلها هي دغس كتعاقب كان لبعض شوية كي كيتضيقوا لأن من كتاثر معها على القطاع على القطاع اللي كيشرف عليه كدخلوا في تفاصيل إنك فاهم كدخلوا في تفاصيل فشوية كيتضيقوا ولكن الحقيقة مجملاً العلاقات بقى طيبة غير ما نرسوا شيء أن عاشنا واحد فترة صعيبة 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 بزت ذلك المدة لماذا؟ لأنها مشكلة سياسية في سنة 1986 وقع ما يسمى بقضية الباريد وهو أن من اللي وقعوا وحد الخلاف مع السياحردان السياحردان والقصر وكان يعني وجدت وحد الناس كيقولوا بأن راها حقا راها قصر والوزارة الداخلية هي مباشرة قالت نقلب ننتقل هاد الناس نشوف الرشا وشكين رشاوي وشكينش حاجة لشنا نقيس يعني السياحردان الحقيقة شنو كان وقع بالضبط السياحردان اللي وقع هو أن واحد الموظف كان رئيس قيس مولا رئيس مصلحة في الاتصالات في المركز في المركز وما أخداش ترقية دياله وقعدش في مشاكين مع الإدارة وكتب واحدة الرسالة مجهولة الداخلية آه تقولهم بأن راها الوزير اللي كان الساعة اللي هو محمد العنصر نا قبل منه أحردان را كان تاي يشري خردق من برا تاي لكسات وكذا مستعدين وكذا وكأنهم جداد وهذا الشي راح فيها رشاوي وفيه فلوس تيمشي وتيعطيه المارشيات لبعض الشركة الأصدقاء وكذا ونذكر الرسالة في الحقيقة بجمونات بساعة كانوا خلاوها أحد المدة ولكن يمليوا قاعدك المشكلة حرمت جدتها وهي اللي بنوا عليها وجاوا وقاعدك الساعات وحد الزلزال في قطاع البريد بحيث أن أحد الثمانية والعشرة للناس هم الذين تقبطوا في البحث والاعتقال منهم رئيس المدير المواصلات السهيني أحزون لكسات ونجوج الرئاسات من أقسم الكاتب العام بنفسه سيمو حمد وكريم ما يذكروا بخير ومدير واحد الشركة كانت عندنا تابعنا كانت تقدير تهيئة في الاتصالات والدين هذه الساعة تنخدمون بها الاتصالات مراد أقلعي إذن الوزراء تقطعوا لها الريوس إذا هذو كلهم تتابعوا تم الاعتقال ديالهم كلهم إضافة إلى مدير ديوان للوزير أنا داك و واحد السيدة هو أقريب للوزير ما كان شايف في البريد وأي كان قريب للوزير السيبوات إذن إحنا خلقتنا مشاكل متاعب إحنا عيد الله عاد خلقنا الأوفيس والوزارة يعني تقطعونها الريوس ومن الصعب يعني لكل الخدمة يعني لا إداريا ولا سياسيا من بعد ما هضروا عليهم طبعاً غدير رجعوا إداريا ديجا راح خلقتنا مشكل كبير في الأطور الكبيرة كل هذه الوزارة كل هذه اللي مشات مشات وذلك ساعات تم ذكر أنا تقريباً عارف ذلك الشي هذا بأن ما كان شي منهم ما شد شي نحاول نحاول متوسط ونبلغ الجلالة الماليك أن أدشرها ما كان شي أنت عارف القطاع وعارف الوزارة وكان مساعدني في الحقيقة لجوجة للناس سي سي كريم العمراني وزير الأول أنا ذاك ومولاين مصطفى أبو العربي الله يرحمه وزير العدل أحا وبعد الناس الآخرين باش كان بالغلس يتعب الكثير هاد الناس وهذا رأى برياء من هاتش وجلالة الماليك أنصروا تنعقل ذاك الوقت عايت ل وزير العدل مولاين العربي ومولاين مصطفى بالعربي وأنا شخصياً وقال مولاين مصطفى عاتك غتشوف واحد القاضي ديال التحقيق اللي يكون يعني نازيه وتكلفوه براسك ويوقف على هاد الشي إلا كانت شي حاجة هذه الساعة تمزدوا فيها إلا ما كانوا ألوه من منضموا شي هاد الناس هاد الناس فعلاً ذاك شي طول شوية ما حدقات قريباً لهم في الاعتقال كانوا فترات متقطعة كانت واحد فترات هاد الشهرين في دار البيضة في دار المولي الشريف مهم ومالوا بعد تلقوهم صراح موقات ومليش مشينش فينا سيدنا في مرة كشانا ووزير العدل وقالنا قالوا تديروا تحقيق وكذا هذا كان الغريب لما رجعنا الرباط مباشرة ثم عود وزير الداخلية خشدهم ديك ساعات وردهم كندريس البصري أنا ذاك وزير الداخلية ما طول شاي لأن في سبعة وثمانين غا يكون عندنا واحد تقديم ديال الأمل العام الجديد ديال الحزب لسيدنا وقدمت له طلب ديال العطف وطفع لهم سيدنا وخرجهم وخرجوا كلهم ورجعوا كندريس خرجوا كلهم وهذا اللي في علم الميزات الحسانة خرجوا كلهم وما طلبونا يعني مع التحويت ديالهم كذلك شيء وقترحنا اقترحناهم اقترحنا يعني بعض منهم انهم سيرت تستمحيزون لفعلا نرجعنا المكان تو سوى كريم كذلك وهذا يعني كانت كان حقيقة أنصف اللي يستحق الإنصف ترجمة نانسي قنقر